أهلاً وسهلاً مشابعي ومشاهدي جريدة عبر مباشرة من الدار بيضاء وبالتبق من أمام محكمة السناف صدفةً مع المستشارة القانونية ومستدليل العلماني أهلاً وسهلاً كدراء أستاذة أهلاً وسهلاً بمتتبعي الكرام لا أظن أنها صدفةً وأظن أنها ترقب الصحابة لمعرفة المعلومات الأخيرة وجميع الترتيبات التي ستصرت طبعاً من الفتهم بنالي أهلاً وسهلاً المستجدات هي أنه مبرمج جلسة يوم 23 جوش فات الشهر هذا إن شاء الله على ساعة تسعة صباحاً بنسبة الغرفة الرشدة وعلى ثانية عشر زوالاً بنسبة الغرفة القاصر ونحن نعلم أن الملف هما ملفين لكن قضية واحدة وتم فصلهما لأن لا يمكن للرشداء والقاصرين أن يحاكمون بنفس الغرفة وبالتالي رحمهما أنها قضية واحدة تم فصل الملف إلى شقين شق يناقش فيه مشكل الرشدة وشق يناقش فيه مشكل القاصر وكل غرفة هي مختصة تهتم بالملف المطروح أمامها والذي سنقولي أن الملف الخاص بالقاصر سيدة حياة العالمية لم تكن لها علم به ولم تستدعى ولم تكن حاضرة وتم الحكم بدون حضورها والآن هو أمام محكمة الاستيناف وصادفناه بعجوبة كبيرة والآن نحن نتنصب فيه كمطالب من الملحق المدني واليوم اللي ساتفتوني إحدى المحكمة قلتني لماذا كنت أدري في المحكمة؟ حتى لا يوجد الجلسة فأنا سأجد أجابك أننا نأخذنا هذا الملف على العاتق قررنا أن نخدمه فيه بشكل جديد والعمل فأكيد أنك لقيتني لأنني دخلت الغرف ومشيت كان نشوف الميل في فين وصل ومشيت ندير نوصخ من المحاضر جلسات ونسخام من الحكم ونهبطه ندير عليه المطابقة الأصل ونخلص عليه المصارف وخلصنا في الصندوق على تدخل إرادي كان لابد لي أن المحكمة باش تهضر مع الإخوان ديال تابي بناني خاصلا بدي يكونوا مدخالين في الدعوة فهذه الإجراءات أكيد أن الأستداء الخيار ستكون لها تديرها ولكن هي عندها قضايا وحد آخرين وكلفتني أنا نديرهم ونحن الحمد لله دائما كان نسقه ومبيناتنا كل واحد يدير شق وكانت معنا سيدة حياة العالمية وخلصنا على المطالب المدنية باش إن شاء الله في الهارة 23 غد تكون عندنا الحق أننا ناقشوا الموضوع أكيد أنها من الجرائم تحت طلب وعندنا جرائم واحد آخرين ودبا عنده كيبانو وخا بعد الأساتي تتخلقوا وقالوا بلي أنه شي خطير اللي كان قولوا على أس أنه جرائم تحت طلب لا جريمة معروفة كيبانو واحد النوع اللي كيسمت طلب يعني كتتختار وكتختار النوع وكتختار لمن تلفقه وكتختار الضحية وكتشوش النتيجة وكتشوش النتيجة وكتشوش نغادي تربح مورة هاد التلفيق ديال هادتوما كيكون عندك أكيد الربح المال أو الانتقام أو لا أي أمر جيناي فبالتالي نحن ناضل من أجل هذا النوع الجديد من الجرائم وكتشوش منه غريب السيدة ايش نور ديالكم على الدفاع ديال الطرف الآخر بخصوص؟ بخصوص الخارجات ديال احنا يا الدفاع الطرف الآخر عنده الحقيقة اللي بغى لأن ديك تتفقى حرية ديال الشخصية ولكن اللي عندنا كان قدر نجاوبه هي أنه كان يشرح واحد الخيصات من الخيال وقصات السجهة هو وهمية ما عنده حتى شيء أسس من الصحة وقل بأنه بناء على المحاضر هو كيعرف بأن المحاضر في جنايات هي ليست إلا على سبيل المعلومة ولا يمكن أن يعتد بها وبالتالي يعتد بما يقال أمام الهيئة وما نتجه عن الأبحاث الحقيقية الواقعية فحنا يجب أن نرضع لي على أساس يلقى هو تامي بناني مقتول أو ميت عليه أن يقدم لنا الدليل أما نحن دليل فقط لأن ولو يقدم لنا الجوتة الجوتة لا تكساف بها المحكمة المحكمة تقول لك إعادة تأسيس الجريمة وتمثيل الجريمة بجميع حداثرها وكتقول لنا بأنه الموت من كل شيء يكون هكك يجب أن يكون لدينا مات يجب أن يكون لدينا مات يجب أن يتقرير طبيب شرعي يجب أن يكون حكماً أو واقعياً فإذا الأقل هو الموت لأننا نقوم بإخاف المتاهة لا يوجد أنواع الموت فلن نقول لنا نقوم بأسيس جريمة لأنه كان حيماً يركب في واحد السيارة مع ربعة لم يوم شرعي سيأتي مع المعلومة منهم واحد من الموت من كندا وهو سأتي بإستطريفة لتأتي بتمثيلات ونكمل هذا المسترع لأننا نحن لدينا الحق لأنه الحقيقة لم يكن لدينا شيء فقط لم يكن لدينا شيء ستتت عليهم السيارة وتحركت شي شوية هو ما رجعه وهو ما رجعش هذا هو اللخص السيارة هي مسرح الجريمة غادي ان شاء الله ستدعي وجميع الأطراف اللي عندهم يدف هاد الميل فادا وكونوا على استعداد باش انه غا تشوفوا بعض المفاجآت بقائب اسم القديدي العيد الميلاد ومش كي نولو مكينة بكي لا عيد الميلاد لوالو لأنه كان عيد الميلاد كون راه الشرطة جبت لنا هاد العيد الميلاد سيكون فيه صور والشموع وكيكون فيه بائع الحلوى ومشتريها ومتسلمها فينا ما هاد شي كامل إذا كانت عيد الميلاد والشرطة مقدرة تجيب صور فهذا يعني ألعبت السبب اللي كانوا عيد الميلاد من الأقفال اللي بجنودين اللي كانوا قاسرين شباب اللي بجنودين فات هم ليسوا قاسرين هناك اثنان قاسر رشاداء واحد لقاسر نعم لا احنا ما يمكنناش تقول للناس شنو كيقول في الجلسات الجلسة مفتوحة وعلانية ويمكنوا حضورها هذه كتقى اسئلة السيد الرئيس المحترم يوجها إلى المتهم والمتهم يدافع عن نفسه بأقوال اللي يهم وليس قدروا تستفيدوا منه هي أن هذه المحاضر الجلسات تعتبر بمثابة إقرار لأنك تكون أمام هيئة المحلفة أي حاجة قلتها أمام الهيئة المحلفة تكتب عليك إذا هذه الشيحنة ترجع المحاضر الجلسات باش كنشوفها ما تقوللونwr نهار اواني، وانهار فلس لا احنا اخبرنا أما نقولون كذلك ما يكون في الجلسات لا يكسلون الحاضر كان يتم المحاضر بس مناقشة المحاضر وحصل على الجلسة مفتوحة وقفتها في 23 من شاء الله أنتم قادروا إذا تمائنا ويجدوا في عمل الصيد الرئيس وفي الوقت أنتم إرواوا في زمان بيوضة المحاكمة التي ترونها في وحدهم في تاريخ المغرب قتل أغام بعض باستخدام الخبر على الهواء طبيعة الحال نحن طلبتنا من قدمناهم أدنا عليهم مصاريف القضائية تسمى عندنا تعاقد مع المحكامة ومن اللي كنبغي وحنا بشأن طالب مثلا نفضت لنا المحكامة معنية أننا خلت لنا فرصة الاستئناف وفرصة النقد وعندنا نقول لك أمام القاسر لدينا الحق ندير إعادة النظر من يتوشي لنا النقد لأننا عدنا قاسر إحالة لإعادة النظر وعندنا نستمر نفسها وعندنا نفس طويل ونحن لا نزلوا ونحن نشي معهم ماذا تريد أن تشعر القضاء المحكامة هل تعرف أن هناك حل المحكامة المحكامة وماذا تريد أن تكون الرفع المحكامة المحتفل وأننا نتعامل بالنضمى الخبراء التي طلبنا لسيد الرئيس وماذا تريد أن تتتعامل تستدعي هذا الشاهد على أستيجي يقول الأقوال دياله أمام الهيئة عندنا الشهود اللي غادي يجيوا أمام الهيئة إن شاء الله كين مفاجآت كين مفاجآت كبيرة وتحول جديد ونصرة للحق فضل القانون لأن ما يمكن نشقوك نحكموا بالطريقة هذه لأننا نديروا مؤبد على واحد قال لك أنا قتلت وهو ما عرشتش له هو الموت وفي الخرعة وإحنا هي المؤبد لا يعتدوا بهذا الشهر لا يمكن لك تعتد بالتفاهات لأننا نحن أمام الهيئة محلفة وقوضات مقتدرين لا يمكننا أن نتحدث عنهم داير داير وريني هذا الشهر يدرسي ليس لدي القاضي في المذكرة لأنه قتلت أنا قتلت لكي تأخذ البراء لا يحكم على شيء قاضي في العالم لا يحكم على شيء واحد بالإعدام بلاجوتة وخي يقول لي أنا قتلت لماذا ، أريد أن أتصبح الأشخاص لدينا خلقها قد يجب أن تصبح الدول نعم نعم نحن أريد أن أسئة وباقي آسيا وباقي الهند وباقي مناطق الداخل لدينا مشاهدة لدينا شباب يترجم لنا بلغات هذه القصة ترجمة التركية الفرنسية الإسبانية والهندية نشكره من هذا وظهرون صاحبات القناة التي ترجمت لنا القصة بعدة لغات إن شاء الله هل ينقل إليه بالأمام المفادي؟ هل لا متعددون على المسؤولين من مسؤولين القانون فوق الجامع يكون مسؤولين لن تسطروا على هذا المياه وكانوا تعرفون أنه في أطراف وأنه يكون لهم مسؤولية قصيرة لكننا لدينا مسؤولية قصرية لا يتبعونهم لأننا قررنا أن نحيط التفاهات والفساد وأنهم يلعبون ودفعوا دفوع أمام الهيئة المقرأة لا يمكن أن يحكم على شيء حلقية ونرى العالم ونقول لهم هذا المنبر لدينا أساتذة ودكاطرة مقتدرين وعرف ما يقولون لا يمكن أن يقولون أننا سوف نقوم بها ويقولون أن السيد مات مات لديك شيء دالي لأنه لا تأتي بنا هذا الدالي أستاذة ستجعل محاضرة على هذا الحديث؟ نعم، لكن المحاضرة مبرجمة في كلية الحقوق بسهلاء قريبا إن شاء الله أرى أني كلفت طلبة السوداسية السادة ونسمعون من هذا المنبر أنهم ستجعلوا فرق التي ستعمل كل فرقة ستعمل على محوار وهذه المحاضرة ستجعلها على القضايا تحت الطلب وتقديمها كهدية لكن سيبدأ في كل خانة سيبدأ يشتغلوا على محوار واحد مثلا سيشتغلوا على محوار الخبرة الجينية وأنا قلت له أن يدروا هذا الشيء بالتعطاء الشو سيكون هذا الشيء إن شاء الله في واحد مستوى عالي وبالاختصاص متميز وبحضور الجميع وأنتم ستكونوا معروضين إن شاء الله سنتظروا أنني نعلن على اليوم الذي سيكون فيه ونحن شاء الله بجدية ونشكر السيد العميد كلية الحقوق بسالة ونشكر نائب السيد العميد كلية الحقوق بسالة الذي فتح لنا هذا المجال والدكتور عمارق دكتور قانون جنائي لحفز طلبة دياله على أن يشتغلوا بواحد الورشات بحلقة التي ستكون فيها الفائدة للمواطنين المغاربة وللقانون شكرا للمشاهدة